أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا في انتخابات الإعادة التي تشهدها البلاد لاختيار أعضاء البرلمان التركية وبدأت اللجان فرز الأصوات بحضور ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات وقال مراسل تلفزيون العربي أن عملية الانتخابية جرت بسلاسة حيث لم يسجل حدوث أي خروقات ويتنافس في الانتخابات 16 حزبا أبرزهم أحزاب العدالة والتمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية وعرفت مكاتب الاقتراع إقبالا كبيرا حسب ما عينه مراسلون في تركيا في انتظار الإعلان عن النتائج تدريجيا